البحث الثاني والذي نأمل فيه أن يعرض كما طلبنا ابتداء بأن يستثمر الوقت المتاح للباحث ويعطى أيضا الوقت الكافي للتلقي والنقاش والتداول البحث الثاني حمل عنوان قراءات تربوية في مرويات الإمام الجواد عليه السلام التربية الأخلاقية مثالا للاستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد اسمه تعالى سيرة ذاتية لجناب الاستاذ الدكتور فاضل الاستاذ الدكتور فاضل محسن يوسف الميالي استاذ التربية وعلم النفس في جامعة الكوفة كلية التربية حاصل على شهادتي الماستر والدكتوراه في التربية وعلم النفس من الجامعة المستنصرية بغداد درس في المأحد العالي لإعداد المعلمين في ليبيا للفترة من 1999 إلى 2001 عضو هيئة تحرير مجلة مركز البحوث التربوية في جامعة قطر عام 2003 ساهم في تدريب مدرسي الثانوية في برامج التوجيه والإرشاد للطلبة أكمل فترة التدريب في مدرسة الطبابة العسكرية محاضر ومدرب في مركز طراق التدريس والتدريب الجامعي في موضوعات عديدة في علم النفس التربوي ونظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية في التدريس أيضا درس في الدراسات العليا الماجستير وفي الدراسات الأولية في كلية التربية للبنات وكلية التربية المختلطة جامعة الكوفة ناقشة وأشرفة على العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لديه العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ومهتم بالعديد من الدراسات البحثية في تطبيقات نظريات التعلم والتعلم المعرفي والشخصية والقضايا الاجتماعية في علم النفس التربوي تفضل جناب الدكتور شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله على محمد وآله والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين السلام على سيد الوفاء ونحن بحضرته السيد أمين العتب العباسي المقدسة السادة العلماء الأجلاء الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب طيب الله أوقاتكم بالصلاة على محمد وآلي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتداء أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد المتولي أدام عزه على هذا المشروع الكبير الذي هو بحق حركة إصلاحية في تبيان تراث أهل بيت الرحمة سلام الله عليهم وأتقدم بجزيل الشكر إلى جمعية العميد وإلى اللجنتين العلمية والتحضيرية لحسن التنظيم ورقي التعامل خلال هذين اليومين ولاسيما في وقاع هذا المؤتمر الخاص سأقدم موجز ملخص لموضوع قراءات تربوية في مرويات الإمام الجواد عليه السلام التربية الأخلاقية نموذجاً على وفق محاور مع استنتاجات وأفكار ضمن الثيمة الخاصة بالموضوع ما يرتبط بالموضوع ابتداءاً كمقدمة للموضوع هناك عبارة جميلة جداً في زيارة عاشوراء تبين دعاء فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم نعم نحتاج للتوظيف هذه العبارة على أن تكون المعرفة لأئمتنا الأطهار تنطلق من بناء معرفي ومن وعي يتناسب ومقامهم الكبير هم امتداد لخاتم الأنبياء بل لجميع الأنبياء والرسل هذه نقطة أولى يجب أن نتبناها في متبنياتنا الذهنية ويجب أن نعمل على إشاعة الوعي ويجب أن نعمل على إشاعة الوعي بها ولا سيما في أوساط طلبتنا ولا سيما في الوسط الجامعي هذه نقطة جدا مهمة ثانيا يجب أن ننظر لأئمتنا الأطهار ولا شك في أن ذلك ينطلق من عقيدتنا من أنهم مدرسة قرآنية انطلاقا من الحديث النبو الشريف إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى نهاية الحديث نعم اللي بعدها يجب أن ننظر لأئمتنا الأطهار من خلال أحاديثهم ومروياتهم على أنها استكمالا للحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وعالله وأنها تنبع من مضمون قرآني هذا شيء جدا مهم وأن نعمل على توظيفه وترسيخه فقراءاتنا التربوية هي ما يناسب موقعنا ومستوانا ونرجو من الله بجاههم وبقدرهم أن نصل إلى مستوى الوعي الذي يناسب مقامهم المعرفي إذن معرفتنا للأئمة يجب أن تنطلق من معرفة ذهنية من ذهن من معرفة وليس مجرد آطفة لأن العاطفة متغيرة ولا يعتمد عليها في استمرارية أو استقرار السلوك النسبي عبر المواقف المختلفة كما نفهمه كأهل اختصاص في ألم النفس على هذا المنطلق وهذا الفهم يجب إذن أن ننظر لحديث أئمتنا الأطهار بدلالة كل حرف به وأن نفهم ونوظف هذا الكلام وهذا المضمون أن نوظفه في مناهجنا المهمة في حياتنا ولعل أفضل هذه المناهج هي المناهج التربوية التعليمية في نظامنا التعليمي ابتداء من المدرسة الابتدائية وإلى الجامعة وسنبين عدد من الأفكار فيما يخص هذه الجزئية في محاور الموضوع إذن أمام هذا الدور الرسالي لأئمتنا الهدات يتعين على الأمة أن تكون بمستوى الوعي لمعرفتهم وفهم دورهم من ذلك ننطلق إلى أن نجتهد في بيان ثقافة في الوسط النخبوي الأكاديمي في معرفة أئمتنا الأطهار هذا مستوى من الفهم وطرح مستوى من الفهم يتناسب ومدارك أذهان عامة المجتمع ولا سيما نحن على أعتاب شهر محرم والكثير من مشايخنا الأجل سيرتقون المنبر الحسيني وسيوجهون الخطاب إلى المجتمع وما أحوج المجتمع لهذا الخطاب وفي مقدمتهم النخبة البحث يستهدف قضية أساسية مهمة وهي كيف نفهم هذه المرويات كيف نوظفها كيف نبينها في التربية الأخلاقية حتى لا ضمن حدود الموضوع على وفق محاور ثلاث سأعبر المفاهيم الواردة في البحث وهي بناء الذات والبناء القيمي والتعبير عن الحاجات الإنسانية الجانب الأخلاقي عند الإنسان لا يتحدد بمظهر يتقنه الفرد من معاشرة فترة زمنية لجماعة من الناس سواء بالعيش معهم أو دورة تدريبية كما يعتمد في تحت مفهوم التنمية البشرية الأخلاق بناء عميق يتجه إلى شخصية الإنسان بالكامل هذا الإنسان الماثل أمامنا هذا ليس مجرد بناء جسمي هذا هو ببناء فيه بناء نفسي البناء النفسي يتألف من بناء عقلي وبناء وجداني وبناء اجتماعي لتتكامل المنظوم كما تظهر في السلوك ولذلك السلوك حتمي بمعنى أن هناك اتفاق عند جميع النظريات الإنسانية في هذا المجال تتفق على أن السلوك لا يصدر عن فراغ إنما هو حتمي يخرج من ذات الإنسان وفي مركز ذات الإنسان هو القلب الفكري ولذلك بالمفهوم القرآني كثيرا ما نسمع مفهوم القلب القلب الفكري الذهن منبع السلوك من الإنسان هو الذهن وفي الذهن تتجمع هذه القوى لتشكل ما يسمى بمفهوم الذات الذي يتألف من النظرة التي يحملها الشخص عن نفسه كما يفهم نفسه طيب هذه النظرة تتبادل هذا المفهوم يتبادل التأثير بينه كما يتحدد عند الفرد وبين السياق المحيط به السياق الاجتماعي والسياق الثقافي والسياق الحضاري الذي يشكل امتداد له سنكون امام مجموعة من التنظيمات التنظيمات الجسمية البناء البيولوجي لهذا الانسان وهو ما تختص به العلوم الطبية والتنظيمات النفسية وهو ما تختص به العلوم النفسية وهي ايضا على مشارب متعددة على وفق الاطر المعرفية التي تنطلق منها هناك التحليل النفسي وهناك السلوكية وهناك الانسانية وهناك المعرفية تعددت هذه المشارب لتعقيد الطبيعة الانسانية لا اريد الخوض كثيرا في هذا حتى نستثمر الوقت هذا المفهوم له ابعاد مختلفة هناك وصية جميلة لامامنا الجواد عليه السلام يقول فيها توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهواء واعلم انك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون طيب متى متى ما فهمنا هذا الكلام الجميل والراقي جدا سنجد اننا امام آلية تحول هذا الكلام الى منهج عمل فعلي في ترويض هذه النفس هذه النفس ان لم تجمع قواها بحزمة تكون في اسوأ حالاتها في حالة الاضطراب تكون متشضية التعبير الانجليزي سموه disorders عكس الترتيب تتشض هذه الشخصية السلوك يتبعثر المظاهر تكون مختلفة في حالة الاضطراب نعم حديثنا نحن في حدود السواء الحالة الطبيعية عند الانسان التي يكون بها متبصرا بنفسه وبذلك هو خالي من الامراض العقلية ومتماسكا بقواء النفسية والوجدانية ومتحكما بانفعاله ومسيطرا عليها بمظاهر من الاتزان وامكانية اظهار السلوك المنتج كما يحدد ضمن الاضطراب النفسي والاضطراب الاجتماعي الذي يتعلق بالسلوك فيما بين الناس بسرعة كلام كلام آخر للإمام الجواد عليه السلام لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتى يؤثر هواه وشهوته على دينه إذا انخفض منسوب المعرفة وضعفة القوى الذهنية عند الإنسان وانخفض منسوب الحكمة وهي الدرس الثاني من المدرسة القرآنية في كثير من الآيات التي تؤكد يعلمهم الكتاب والحكمة تجد أن بهذا الانخفاض هناك احتمال أكبر لظهور الصراع وأشد أنواع الصراع ما وجد في ذات الفرد مؤذي جدا وخطر جدا ويجعل الإنسان عرض للشيطان يستدرجه بمنزلق سريع جدا بسرعة هناك المنظومة القيمية أحاديث الإمام الجوات سلام الله عليه تشكل أساس لبناء قيمي لا يمكن النظر لأي منهج تربوي في أي مستوى تعليمي على أنه بدون أساس قيمي أين المشكلة الآن وهناك فكرة أطرحها الجانب القيمي قد اهتز نتيجة الدخول من ثقافات أخرى من حضارات أخرى وبشكل مقصود يريدون ليطفئوا نور الله واضحة الآية الكريمة اختصر نعم القضية الأخرى التعبير عن الحاجات الفردية منظومة من الحاجات مهمة جدا عند الإنسان لكن التعبير عن هذه الحاجات التعبير الأمثل الذي ينقل الإنسان إلى الحياة الطيبة من خلال العمل الصالح الذي به ومن حقه أن يعبر عن حاجاته الغريزة موجودة الحاجات الغرائزية موجودة موجودة حتى عند الأنبياء لكن على وفق ما شرعه الله جميل بعد ما سقى نبي الله موسى عليه السلام لبنات شعيب وتولى إلى الظل دع الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا الأدب القرآني يجب أن نحمله برسالة ونعمل على التثقيف من أجله في وسط شبابنا هذا اليوم الجانب الآخر وعلى عجاله الأخلاق على مستوى المجتمع على المستوى الجماعي حقيقة بودي أن أميز ما بين مفهومين وقبل وقبل الحديث عن المفهومين هناك حديث لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه لا يمكن الغنى عن الناس الاجتماع بالناس جميل السلوك الجماعي مع الناس هو سلوك تكاملي لكن السلوك الجماعي يجب أن نميزه عن السلوك الجمعي هذا يختلف عن هذا السلوك الجماعي تكامل في الذهن تكامل في التفكير تكامل في الرؤاء ولذلك العبادات الجماعية ما أجمل ثوابها صلاة لا شك في أن صلاة الجماعة هي أجمل من الصلاة الفرادة وأثقل من الصلاة الفرادة طيب الأخلاق على المستوى المجتمعي هناك ناحيتين مفهوم التعايش السلمي التعايش يعني الاشتراك في العيش الاشتراك إن تم على مصلحة آنية وقتية سرعان ما يزول كفيل به الوقت لإذابة جليده لكن إن بني على ذهن وعلى إيمان وعلى عقيدة نقية صافية راح يؤدي إلى سلوك قوي جدا وإلى عزم بالأمور وهذا هو أيضا مفهوم قرآني نعم الشيء الآخر أننا نحتاج إلى اعتماد مناهج عملية تطبيقية في بنائنا الاجتماعي انطلاقا من الأسرة التي هي مستهدفة كوحدة اجتماعية لأنها الحاضنة الأولى في بناء الأخلاق ولا ننسى الحديث النبو الشريف اتركوا سبعا وأدبوا سبعا وصاحبوا سبعا حضانة الإنسان عندنا تقارب الاثنان والعشرون سنة في الغرب بثقافتهم بعد ما يعبر الولد الخمسطعة السنة تتلقفه المنظمات ويطلقون العنان تحت مفهوم ما يسمى بمفهوم الحرية وهو في واقع الأمر أطلاق العنان لشهوة هذا اليافع الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الولاء لمحمد وآل محمد ونسأل الله أن يجعلنا بمستوى الوعي أتحدث عن نفسي وأعتذر أن وردت بعض الأخطاء ولا شك أني أخاف من سماحة الشيخ وسماحة الشيخ أيضا كوني لست مختص باللغة العربية علما أن هذا البحث أكيد أكيد وجناب اللجنة العلمية المحترمة قد اعتمدت الأصول والمتطلبات العلمية في قبوله ومنها المراجعة اللغوية فضلاً عن المراجعة العلمية حتى ينشر ويعد ذخر لكل جهد مبارك أسأل الله أن يكرمه في إعلاء هذا المشروع المبارك في بيان تراث أئمتنا الأطهار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ الدكتور فاضل الميالي شكراً لكم على هذا التقديم لبحثكم ما أصعب أن يقيد اللسان بقواعد النحو العربي والأصعب من ذلك حتى وإن كانت ذهنية المتحدث حاملة للنحوية أن يعكس هذه القواعد على لسانه وما تاد على الحديث به ولذلك نلتمس العذرة لجناب الدكتور أكيد في حديثه المهم أن الفكرة وصلت من البحث وأن اللغة قد عبرت عن ما تريد وأوصلت حمولاتها إلى المتلقي تنويه فقط تنوه اللجنة التحضيرية العليا إلى أن عارضاً صحياً ألم بسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المعيش سماحة سيد أحمد الصافي دام عزه فحالة دون حضوره هذه الجلسة المسائية لذلك نرجو منكم الدعاء له مع بالغ التقدير شفاه الله نفتح باب المفاتشة وعفواً شيخنا سنبدأ من الأخير حتى تكون الحصص فيها شيء من العدالة في التوزيع ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجهات الأخرى إن شاء الله بخدمتكم جناب الشيخ بس محمد الرحيم وصلى الله على محبه شيخنا عفواً يعني ذكر الاسم ثم بعد ذلك أحسنتم جناب الشيخ شكر جزيل لجناب الدكتور على ما طرحه أنا سمعت منه هذه العبارة وأسأله أن يبين لي هذه العبارة باعتبار أنه فهم كان يعني لها ليس بالفهم الكامل ذكر جناب الدكتور أنه يريد معرفة ناشئة عن معرفة وظاهر هذه العبارة أن فيها دور على فرض أن هذا الدور يمكن حله قال أن الأرض يعني معرفة ناشئة عن عاطف أنا فهمت العاطفة على أنها المحبة فالعاطفة لا تنتج معرفة بالعكس المعرفة هي التي تنتج عاطف وهؤلاء الناس يحبون كلهم العلماء والعرفاء وإن كانوا لا يقومون على أن ينظروا لمعرفته في إصطلاحات العقائد وإصطلاحات علم الأصول هؤلاء الناس كلهم من المجتمعين علومهم ما يعبر عنه بعلمهم الإجمالي كافي في عقيدتهم وكذلك في مطالب علم النفس تذكر هذه القضية أن من مبادئ الفعل الاختياري أن العلم أولاً ومن ثم يأتي قضية الشوق الذي هو يعبر عنه بالمحبة فالمحبة متقدمة بخطوات عن المعرف فالناس يمدحون على محبتهم لأهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم متقدمون على ما يعرفون فقط ولا يحبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليا الطهاري نسمع نجمع الأسئلة إن شاء الله ونجيب على الإجابة واحد سؤال آخر داخل جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الأفاضل الأستاذ رئيس الجلسة وأستاذ قر الجلسة وسيدنا الباحث الله يحفظ إن شاء الله أنا حقيقة أشوف أنه يعني العنوان صار اختلاف فيها معنوان يعني المعنوان عن القزة الشبه أعتقد أستاذنا سيدنا من تول التحييي النفسي أكثر من تناول حديث الإمام الجوال عليه السلام لأنني أعتبر عنوان الباحث معكم سيدنا قراءة تربوية في مرويات الإمام محمد جوال عليه السلام محمد جوال عليه السلام التربية الأخلاقية مثلا وياريت له احترامات الكبيرة لكم أستاذ بحثكم قيم مراع جدا بالشاريع كان لكم تناول لحديث الإمام ثم التشريع على تحليل أعتقد منتم المقدمون للتحليل أكثر من تناول حديث الإمام جوال عليه السلام أشكرككم جدا وأعتذر آله حسنتم جناب الشيخ أشكرككم جدا على كثير من المضامين التي وردت في عباراتكم وتحمل معاني وقراءة قيمة جدا لما ذكرتمه هذا من ناحية ومن باب اللطائف حول النقطة الثانية المهمة أنكم التفتتم إلى ما سيقال أو ما ورد من أخطاء لغوية وهذا أمر مهم أن يلتفت الإنسان إلى نفسه في مثل هذه الأمور وغيرها لأن الالتفات إلى النفس يسمو بالإنسان إلى مراتب عليا والنقطة الثالثة أود أن أوجد تبريرا لبعض الأخطاء لأنه ليست كلها يمكن أن نعتبرها أخطاءا على قاعدة بعض قبائل العرب التي كانت لا تكسر في الكلام وعنوانها أن أباها وأبا أباها قد بدها في المجد إلا أنها لا ترفع البشرور هذه طبق الأخطاء موجودة أحسنتم أحسنتم فضل جعب الشيخ شكرا للباحث الموقر ورد في الكلام النوراني للإمام الجواد الكلام الأول في الفقرة الثانية والفقرة الأولى كانت توسد الصبر واعتنق الفقر هذه الفقرة الثانية بحاجة إلى توضيح لكي لا تولد فهما سلبيا وكأنها دعوة إلى نشر الفقر السياق بقرينة الفقرة الأولى توسد الصبر الإمام ناظر إلى النفس وليس إلى العالم الخارجي إلى نفس الإنسان ينبغي أن يستشعر الفقر والحاجة إلى الله عز وجل كما ذكرتم حضرتكم ذكرتم الآية الكريمة على لساني موسى عليه السلام وشكرا حسنتم جناب الشيخ حسنتم شكرا زيلا لا أحفظت أبدأ من جناب الشيخ حقيقة أنا أشرت أن العلاقة مع الأئمة أن لا تنطلق من محف عاطفة شيخ موحان شيخ علي موحان شيخ علي سمحت الشيخ أنا معذرة لا أعرف يعني ما أعرف نعم 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 شيخ علي موحان شيخ علي موحان نعم الآية الكريمة قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة العاطفة والمودة حينما تكون تحت خيمة العقل تكون أجمل شيء يظهر عند الإنسان وتتجسد به إنسانيته لكن حينما تخرج عن سلطان العقل تكون العاطفة مشوهة وبالتالي يترتب عليها سلوك قد لا تحمد أقبى نعم جناب الشيخ الموقر نعم ذكر سؤال جميل جدا حقيقة والتفات وجميع الأسئلة أعتبرها يعني هدايا لبحثي أنا من المنتقدين جدا للتحليل النفسي وعلم النفس لا يتحدد بالتحليل النفسي نعم موجود مثل هذا التصور حينما تسمع الناس بعلم النفس يرد إلى أذهانهم التحليل النفسي في أحد المحاضرات سألني أحد الأساتذة الجامعيين في دورات طرائق التدريس في التعليم المستمر طلب مني كتاب في ألم النفس لأقرأه حقيقة وبدون تردد قلت له أقرأ القرآن أنت تريد علم النفس أقرأ القرآن ورحمة الله على أستاذي الأستاذ الدكتور إبراهيم الكناني أضو المجمع العلمي العراقي لم يكمل مشروعه في علم النفس الإسلامي نعم هناك نظريات وكذلك هناك فكرة لم أطرحها في هذا البحث أن الكثير من المناهج التعليمية تعتمد على رؤى غربية البرغماتية والديوي وغيره وغيره يجب العمل على مراجعة هذه المناهج اليوم أكو تعليم حكومه وأكو تعليم رسمي وأكو تعليم خاص معذرة يعني فقط تدارك لما فاتني يجب أن نراجع هذه بما في ذلك الجامعات هناك نظم تعليمية جديدة الآن توظف هذه النظم يجب أن تراجع على وفق تراث أهل البيت ومروياتهم نعم كلام الشيخ كانت تديه مشكلة حول العبارة الصبر وفوسد الصبر نعم وفوسد الفقر لا شك أن حديث الإمام لا أدعي لنفسي أنني قد أكفيه من الشرح لا أنا قاصر دون ذلك أنا نوهت ابتداءا أن المضامين التي أقدمها هي بما يوازي مداركي وبالتالي هناك الكثير من الرؤى والمشاريع البحثية التي يجب أن تؤسس في فهم وتوظيف تراث أئمتنا الأطهار شكرا لكم على الترضيح نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يعزز البحث بمفاهيم أخرى تنير درب العلم والمعرفة شكرا لكم جناب الدكتور شكرا لكم